طيب الله أنفاسك أحسنت أحسنت هذا كان طور بغدادي السيد هو بالكاظمية بس يعني ما يخالف هم يعني شسمه طور بغدادي كان هذا عشري ديك سيد طيب الله أنفاسك عين الإمام الحسن العسكري عليه السلام الأصول التي يجب اتباعها لتحديد القيادة في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما صرح بقوله من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وبقوله عليه الصلاة والسلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وهكذا أيها الإخوة والأخوات فإن القيادة في زمن الغيبة تكون مخولة للفقهاء المراجع دون غيرهم من قيادات بشرية مجعولة لا تستند على سند شرعي من وحي المناسبة يتفضل الأستاذ هذه الشبوط لنستمع إلى كلمته نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحضور الكريم مؤمنين ومؤمنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبارك لكم ولأنفسنا وللأمة الإسلامية جمعاء والحقيقة للبشرية جمعاء أيضا لأن أهل البيت ليس للمسلمين وليس للشيعة فقط وإنما لكل البشرية بهذه المناسبة العزيزة السعيدة المفرحة وهي ولادة الإمام الحادي عشر والأب المباشر ويا له من شرف رفيع أعطاه الله سبحانه وتعالى وتشريف عالي لهذا الإمام العسكري وهو الوالد المباشر لحجة الله القائم بأمر الله الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأتباعه والمستشهدين بين يديه حقيقتنا اليوم سأتكلم عن موضوع الإمامة بصورة عامة لأني حينما أتكلم عن الإمام العسكري فكأنما أتكلم عن رسول الله وحينما أتكلم عن رسول الله فكأنما أتكلم عن مولانا أمير المؤمنين وهكذا لماذا؟ لنقطتين أساسيتين أولاً إنهم سلسلة متصلة وعروة وثقى لنفصام لها النقطة الثانية بشهادة القرآن الكريم وسأتناولها من بعد إن شاء الله في الآية الكريمة ذرية بعضها من بعض وهذا التلازم يوحي لنا بأننا إذا تكلمنا عن إمام واحد من الأئمة فكأنما نتكلم عنهم جميعاً وعن سيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله المشهد الديني الإسلامي الذي نشاهده الآن في زماننا الحاضر الذي نعيش به وكأن ولادات الأئمة ووفاتهم وكربلاء وعاشوراء والغدير وغيرها كأنما هي لفئة خاصة صغيرة من المسلمين وهذا ما نلاحظه يعني وهو للأسف هو مفرح ومحزن بنفس الوقت راح أوضح شلون المؤسف في الأمر إنه بشهادات القرآن الكريم والآيات والسوار أنه هؤلاء العترة لا ينفصلون عن القرآن الكريم وحديث الثقلين وبالمناسبة بعض الأخوان يقولون الثقلين وهو خطأ لأن الثقلين يعني الإنس والجن وإنما يجب أن نقول الثقلين من الثقل والوزن الثقيل فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أني تارك هذا متواتر معروف 35 صحابي من الطرفين من الفريقين يروه لا مجال لإنكاره ولا مجال للغش عليه فيقول فيقول أني تاركون فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي بعض الأحاديث تقول ما إن تمسكتم به ما لن تظلوا بعدي أبدا البعض الآخر يقولون لن ينفصل حتى يردى علي الحوض فشنو معنى هذا الكلام معنى إنه أكو ترابط وتواصل مستمر إلى يوم القيامة لأن يقول حتى يردى علي الحوض الحوض شوكد في النهاية في يوم القيامة في الحساب فالمعنى إنه ما يأتي من قرآن وآيات وسوار يجب أن نأخذها من النبع الصافي من الله سبحانه إلى جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله إلى العترة الطاهرة هكذا ما نأخذها من أي واحد وإنما تفسيرها وتأويلها لأولي العلم التواصل هذا يحين أنه أكو الترابط العظيم بين العترة وبين القرآن وللاحظة اليوم على المشهد الديني الإسلامي أنه لا وجود لا لوفاة ولا لميلاد ولا لعاشوراء ولا لغدير ولا أبدا انظروا بنفسكم يعني إلى الفضائيات إلى الانترنت إلى الإذاعات إلى الجرائد إلى الكتب إلى آخره لا وجود هذا مؤسف المفرح بالأمر شنو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي يروع أيضا الطرفين إن أمتي ستفترق بعدي إلى ثلاث وسبعين فرقة ثنين وسبعين في النار وفرقة واحدة ناجية هذا الطرفين يروع الفرقة الناجية واللي نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون منها هي فرقة واحدة يعني والظاهر أنها فرقة قليلة أيضا فهذه الفرقة الوحيدة اللي هي اللي دت الشبث الآن ودتحييها الشعائر هذه واللي هي شعائر الله وهي أيام الله ففرقة واحدة نراها في كل هذه الكرة الأرضية وفي هذا العالم تحيي هذه الشعائر واللي نتمنى أن نكون إحنا من أتباحها ومن المحبين إله لأنه الآية الكريمة 23 من سورة الشورى وهي آية مهمة جدا شي يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وللأسف الشديد يعني الآية ما يكملها بعض المتحدثين لأنه ما مكامل الآية هذه نصها وعذي للآية وهي الأهم برأيه والأجمل والأحلى لأنه بشارة لكل مؤمن فش يقول يقول تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجران إلا المودة في القرباء ومن يقترف حسنة أن نزد له فيها حسنة هاي تكملة الآية شنو معناها معناها هاي الأشياء اللي دا نسويها إحياء ذكر أهل البيت من وفاة من استشهاد من ميلاد مثل اليوم السعيد هذا الليلة السعيدة اليوم الغدير إلى آخره هذه حسنة أنت تقترف الآن حسنة بشهادة القرآن يقول ومن يقترف حسنة لأنه مودة أهل البيت حسنة ومن يقترف حسنة نزد الله سبحانه وتعالى يقول نزيد لهذه الحسنة حسنات نزد له فيها حسنة فهي يعني بس هاي الآية بوحدها لو يفهموها عباد الله المسلمين كلهم صدقني كلهم يمشون على مذهب أهل البيت لأنه شو تريد أكثر من هذا الخير أجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل الأجر اللي تعب من أجله هي مودة أهل البيت والمودة هي المحبة والمتابعة والموالات هاي أجر رسالة النبي وتكملت الآية ذي للآية من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة حسنات كثيرة انتذا حضرت الآن وبنية صادقة وبموالات حقيقية فهذه حسنات تسجلك عند الله وما تعرف شنو الحسنات اللي يخبأها الله سبحانه المؤمنين نرجع للقرآن الكريم ونشوف شلون تناول مسألة الإمامة الآية الأولى اللي راح تناولها قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض هنا نخلي خطوط تحت كلمة اصطفى لأنه كلمة مهمة ورح تجينا كلمات مهمة أخرى حتى تثبتن مبدأ الإمامة والولاية الاصطفاء هو الاختيار أنك تصطفي شيء من أشياء كأنك تختار الشيء من الأشياء فالاصطفاء الإلهي الاختيار الإلهي بدأ منذ آدم عليه السلام إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ما قال وإبراهيم انتبه زيان شوف النكتة المهمة جدا ما قال أن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وعمران لآخره لا قال آل إبراهيم لأنه من الآل راح يكون إسماعيل ومن إسماعيل سيدهم راح يكون منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعطرة الطاهرة من أتباعه فالمراد بآل إبراهيم هم الطاهرون من ذريته يعني ما نقول أنه آل إبراهيم كل المسلمين هذا خطأ وإنما الإصطفاء للطاهرين من الذرية والعطرة والملحقون به في مقامات الولاية هذه الآية مهمة جدا ليش لأنه احتج بيها الإمام الرضا سلام الله عليه في مجلس المأمون وهذه الحادثة معروفة المناظرة الشهيرة في كتب الحديث والفقه والتفسير المأمون جمع علماء المذاهب والأديان والملل والنحل جمعهم في مجلس رهيب وكبير وأحضر الإمام الرضا عليه السلام لمحاجته ولإحراجه فهي أولى المسلمين وغير المسلمين مسائل كثيرة فالمأمون سأل الإمام الرضا قبل ما يبدأ الجلسة قال له هل فضل الله العطرة على سائر الناس أجاب الإمام قال له فضل الله العطرة على سائر قال له أين ذلك من كتاب الله قال لقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض استشهد بها الإمام وحاجة المأمون الآية الثانية اللي راح نتناولها إن شاء الله بالبحث البسيط يعني لأنه ضيق الوقت يقول وعلم آدم الأسماء كلها هاي آية بالقرآن وتلقى آدم آية أخرى وتلقى آدم من ربه كلمات فإحنا نجح نشوف كيف فسروا أهل البيت هاي الأسماء وكيف فسروا هاي الكلمات التفسير الصحيح لهذه الكلمات ولهذه الأسماء هو أسماء وكلمات محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد فالصيوطي من علماء السنة عنده كتاب كبير ومهم يعني بعضا نقبله والبعض الآخر لا نقبله اللي فيها أكاذيب أبو هريرة واللي فيها خرافات كعب الأحبار وتميم الداري هذه نرميها وراء ظهورنا من نهتم بيها بس بيها أيضا أحاديث هامة ناخذ بيها منها هذا الحديث يقول لما أذنب آدم الذنب المعروف رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم بحق محمد إلا تغفر لي هذا الذنب الله أوحى إليه يا آدم ومن محمد قال إني لما خلقتني وسويتني رفعت رأسي إلى العرش فوجدت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت اللهم صل محمد فعلمت أن اسما مثل هذه الأسماء يكون مع اسم جلالتكم ستكون له الشأن العظيم والخطر الكبير فقال يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك ولولا لما خلقتك فعظم عظم رسول الله وأهل بيته تأتي من زمن خلق آدم وبعض الروايات اللي عندنا في علماءنا ويأخذوها من أهل البيت تقول أنه آدم رأى أشباح وصور محمد وآل محمد في عالم الذر قبل خلق الخليقة ومن هنا نفهم إننا أصحاب مبدأ صحيح وعظيم وكبير ويجب علينا أولا مو فقط عاطفة الاتباع وهي أيضا جيدة ومطلوبة ولكن في هذا الزمن مثل زمننا ما تكفي لأنه العاطفة وحدها لا تكفي اللي يكفي معاها الفكر يجب أن نبحث وأن ندرس وأن نتعلم وعندنا ما شاء الله من علماءنا الأفاضل في القديم والحديث اللي مات الله يرحمه واللي حي الله يطول عمره ويبارك فيه فعندنا كنوز من العلوم والأحاديث والتفاسير فيجب علينا البذل المزيد من الجهد حقيقة عدم التكاسل لأننا فرقة حقيقة من هذه الفرقة الإسلامية وهي فرقة مستهدفة مستضعفة على مر الزمن والدهور يجب علينا أن نعي لهذه المرحلة وأن لا نتفرق يعني من المؤسف أننا داخل هذه الفئة وهذه الفرقة وهذا أتباع المذهب نجد الفرقة والتناحر ولا أدري أنا شخصيا لا أدري مرة تسائل نفسي أن هذول الناس اللي داي يتناحرون وداي يتقاتلون يعني هل هم فعلا متبعين لمدة أهل البيت هل هم متبعين لرسول الله لأنه الأشياء اللي نقراها بالقرآن وبالأحاديث ما توحين بهذه الأشياء إنه أنت إذا كنت فعلا متبع لأهل البيت ولرسول الله وللقرآن يجب أن تكون إنسان يعني بمستوى عالي تترفع عن الترهات وعن المشاحنات وأكثرها وأغلبها مادية للأسف ولا شيء آخر مدى نتناحر في سبيل فكرة أو في سبيل مبدأ أو في سبيل قضية مهمة وإنما كلها مسائل مادية تافها يعني دنيا مثل ما نسميها بين قوسين فالآية الآخرة اللي راح أتناولها وما أريد أطول عليكم يعني حقيقة لأنه هو مو وقت للمنحاضرات والنقاش واللي أتمنى يعني في يوم من الأيام صير جلسة حوارية فكرية لبعض الأخوة المهتمين إنه نتناقش هاي مسائل من أصول الدين هذه يعني نتناقش بالنبوة نتناقش بالإمامة نتناقش بالميعاد نتناقش بالعدل نتناقش بالتوحيد هاي هي أصول دين فإذا ما فهمناها وما تناقشنا بيها وتباحثنا بيها فنكون مقصرين حقيقة يقول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين هنا الكلمات فهمناها إنه محمد وآل محمد والجعل هاي جاعلك الجعل الإلهي شغلا مهم جدا مثل ما قلنا اصطفى بالآية الأولى إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى آخره الاصطفاء الإلهي هنا رح يجد جعل الإلهي يعني بعد ما كن مجال الله سبحانه وتعالى هو اللي يصطفي وهو اللي يجعل مو بشر ولا نبي ولا أي إنسان آخر ما إلى حق ولا إلى أي دور في هذه القضية جعل إلهي واصطفاء إلهي الجعل هو التنصيب والإقامة والتولية يعني إني منصبك ومقيمك وموليك الإمامة ومختارك الاختيار فالإمامة شوك تجت لبراهيم عليه السلام إذا تابع القرآن الكريم إجت بعد الابتلاءات والمحن والدروس والعبار وتعرفوها كلها يعني هاي القصص في القرآن الكريم وارده ما رد نطولها لأنه أشياء يعني معروفة للجميع فبعد هاي كل الابتلاءات والامتحانات قال إني جاعلك للناس إماما يعني اللي نفهم من هذا الناس إنه الإمامة صارت أهم من النبوة ومن الرسالة ومن كل شيء لأن آخر منصب إلهي أعطاه لإبراهيم عليه السلام هو الإمامة إني جاعلك للناس إماما وإبراهيم يريد يأكد القضية هل هي لي وحدي ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يعني إنه أكل بعض من ذريتك التي ستأتي وفي نهايتها من إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته هذه هي الإمامة بالنص بالجعل وبالإصطفاء أكو آيات يعني حاديث نشير لها بسرعة يعني مثلا لو لا وجود الإمام لساخة الأرض بأهلها شنو معنى هذا الكلام يعني مثل ما الكائن البشري أو الحيواني أو النباتي مو يعيش على مي وأكل وهوى وشمس وكذا فالأرض والكواكب والأرض جزء من هذه الكواكب أيضا تعيش يرادلها غذاء هذا الغذاء وهذه القوة المحركة للكواكب ومن ضمنها الأرض هو الإمام وخصوصا الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره فغذاء الأرض وغذاء الكواكب هو بركات الإمام وفيوظات الإلهية التي تأتي على يديه لمن هو دونه من البشر ونحن منهم أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى